ازايكم؟ عاملين ايه؟ مين اللي اتصلب ومات على الصليب؟ اللهوت ولا النسوت؟ لو قلنا اللهوت ازاي اللي يموت؟ ولو قلنا النسوت ازاي انسان واحد يفدي البشرية كلها؟ ده سؤال هنجاوبه النهاردة مع بعض خليكم معي في البداية عايز اقول حاجتين مهمين خالص اول حاجة ان السؤال ده بيتسئل من اكتر من 1700 سنة وتخيلوا الاجابة برضو موجودة من اكتر من 1700 سنة واللي جاوا بالسؤال ده حتى المثال اللي هنقدمه لمجاوبة السؤال ده قدمه برضو مين؟ اساناسيوس الرسولي من اكتر من 1700 سنة تاني حاجة ضروري اقولها ان عقلنا البشري ما يقدرش يدرك الله غير المحدود اسمع كده البابا شنودة قال لنا ايه؟ لكن ربنا غير مدرك لا يمكن عقل بشري يدركه اقولنا محدودة عشان كده ما نقدرش فعلا ندرك الله غير المحدود كل اللي عندنا امثلة نقدر بس نقرب المعنى لازهاننا عشان يكون الموضوع مقبول ذهنيا لكن طبيعة الله فعلا ده حاجة اعلى من ادراكنا كتير خالص في الابدية هنعرف الله واحدة واحدة زي ما بالاية بتقول وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك معرفة الله هي الحياة الابدية والله غير محدود ومعرفتنا به هتبقى متدرجة ان شاء الله في الابدية طيب اجابة السؤال ده ايه عشان نجاوب السؤال ده هقدم لكم فيديو بسيط خالص صغير يقرب المعنى لازهان شوفوه معنا احنا شفنا ايه حديدة الحديدة دي لوحدها لا الحديدة دي متحدة بالنار زي السيد المسيح لهوت متحدة بالنسوت طيب الشاكوش اللي بيدرب ده بيدرب الحديدة ولا بيدرب النار ما نقدرش نقول ان هو بيدرب الحديدة لوحدها ما نقدرش نقول ان هو بيدرب النار لوحدها هو بيدرب الحديدة المتحدة بالنار مين اللي تصلب ومات على الصليب النسوت المتحدة باللهوت طيب الحديدة المتحدة بالنار دي الحديدة ما فقدتش خوصها والنار ما فقدتش خوصها برضو السيد المسيح اللهوت فد اللهوت زي ما هو بكل خوصه اللهوتية والنسوت او الجسد البشري فضل زي ما هو بخواصه النسوتية او البشرية كده تمام؟ تمام الشاكوش اللي بيدرب على الحديدة المتحدة بالنار مين اللي بيتأثر الحديدة ولا النار؟ طبعا الحديدة حديدة هي اللي بتتني وبتتشكل وبتتأثر بضرب المطرقة النار بتتأثر؟ لا رغم ان الشاكوش نازل على الحديدة المتحدة بالنار نفس الحكاية الصلب والموت وقع على سيد المسيح اللهوت المتحدة بالنسوت لكن اللي تأثر بالصلب والموت الناسوت الجسد البشري لان هو من خواصه ان هو يتأثر ومن خواصه ان هو يموت وكل واحد فينا متربي في الكنيسة عارف الحقيقة دي من جواه لو بتصلي بالأشباية وبتحضر القداس هتلاقي المعرفة دي جواك حتى لو انت مش قادر تطلعها في كلمات او عبارات محددة نا بنصلي دايما في الأشباية ونقول يامن زاكى الموت بالجسد وفي القداس بيقول يامن زاكى الموتة جسديا الجسد هو اللي من خواصه الموت لكنه متحد باللهوت زي الحديدة اللي من خواصها منها تتأثر وتتني وتتشكل لكنها في نفس الوقت متحدة بالنار ما نقدرش نفصلهم من بعضي برضو نفس الحكاية السيدة المسيح ما نقدرش نفصل اللهوت على النسوت ده مثال توضيحي زغير خالص قدمه لينا أبعنا الكديسين وأولهم الكديسة السنسوس الرسولي من أكتر من 1700 سنة أتمنى أن أنا كنت شرحت لكم الأمر بشكل مبسط لو عايز تقول حاجة تاني اكتبها لي في تعليقات لو في سؤال في زهنك اكتبه في تعليقات وأنا هرد عليك أتمنى تكونوا بخير دايما وتابعوني في الفيديوهات الجاي سلام